اشتركوا في القناة الى همية مواصلة الاستثمار في الكوادر البحرينية من خلال التدريب والتمكين الذي يعزز من تنافسيتها ويجعلها الخيار الأول والأمثل في سوق العمل عبر تبني وتنفيذ مختلف البرامج والمبادرات الداعمة لذلك بما يسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى إطلاق سموه الحزمة الأولى من نوعها من البرامج القيادية التي من شأنها مواصلة خلق الفرص النوعية أمام الكفاءة البحرينية حيث وقع صندوق العمل اتفاقيات مع عدد من الجهة التدريبية الرائدة عالميا تستهدف البرامج تدريب التنفيذيين البحرينيين من خلال سقل المهارات القيادية وبناء جيل من القادة القادرين على إحداث التأثير وصنع التغيير في المؤسسات تأتي هذه البرامج بالتعاون مع الجهة التدريبية الرائدة عالميا بهدف تقديم أعلى مستويات الجودة من التدريب والإرشاد للمشاركين تتضمن البرامج وبرامج المهارات القيادية بالتعاون مع معهد إيميك للتدريب وهارفرد للتعليم المؤسسي بالإضافة لبرنامج الحوكمة المؤسسية بالتعاون مع معهد إيميك للتدريب وكلية إنسايد كما سيتم إطلاق برنامج التطوير التنفيذي للمرأة القيادية بالتعاون مع جامعة HIC باريس الجذير بالذكر أن هذه البرامج موجهة للبحرينيين الموظفين في القطاع الخاص الذين يشغلون مناصب قيادية وتنفيذية سيتم الإعلان عن تفاصيل التقديم لهذه البرامج عبر قنوات التواصل الخاصة بتمكين تأتي هذه البرامج تماشيا مع أولويات تمكين الاستراتيجية للعام 2024